بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وياكم المهندس وسامة وان شاء الله يوم رح نكمل دورة احتراف jQuery اخذنا بالدروس السابقة عن الاساسيات jQuery والSelectors والEvents والفونكشنات اللي ممكن نستخدمه jQuery وصلنا هسا للجزء اللي يونس اكثر بالjQuery واللي هو jQuery Effects jQuery Effects هي كل الافكتات اللي نستخدمها بالjQuery واللي استخدمنا منها اغلابها استخدمناها بالدروس الفاتر فقررت ان اخصص درس كامل اله حتى انه تبقى ببانا ونستخدم نرجع لها شوق ما نريد حتى نستخدمها اكثر لازم نفيد مثال حتى نستخدم دف مثلا دف مربع نضطي class square وها سيكون على شكل مربع و لونه مثلا اي لون اخضر او احمر همية بيكسل و الهيط همية بيكسل و الهيط همية بيكسل و الهيط همية بيكسل و الهيط همية بيكسل فهذا ساعدني مربع حاليا 100% سننفذ عليه هذه البوتون الموجودة هنا سنفذ البوتون معينة فبوتون فبوتون اي دي بوتون افكت فساعد البوتون الموجودة هنا من الحدوس عليه سننفذ الافكت اللي موجودة على هذا الدو طبعا اول افكت بالجي كويري اللي هو اسهل شيء سنقل احنا البوتون دوت كلك اول افكت راح نطبقه على المربع اللي هو دوت سيكوير اولي قرر نكتب ديف بما هو ماكو غير ديف موجود فاول افكت راح ننفذه هو الهايد الهايد هي راح تخفي هذا الدب رأسا فنجي نجربها لاحظتوا انه اختفى رأسا فالهايد فونكشن هي تخفي العناصر موجودة بالصباح ماتي لو بين القوسين نطيت انا رقم معين مثلا كتبت الفين الفين معناها ثانيتين فلو نطيت رقم لاحظ الاختفاء صار على شكل تدريجي طبعا نقدر نطي بدا الارقام نقدر نطي فاست ونقدر نطي سلو فتلاحظوا انه سلو هو ابطاء يعني كأنه ما ثانية واحدة فاذا لا نطيها خمسة الاف يعني خمسة ثوانية يعني خلال خمسة ثوانية راح يختفيه تلاحظوا ان شوفوا الفرق طبعا عدنا الهايد وعدنا الشو يعني عدنا فونكشن اسمها الشو وعدنا فونكشن اسمها هايد طبعا راح يبين الشو حاليا من هي اصلا نطالع على الشاشة فمن راح ينفذها ما راح يطلع لشي بس لو قلت له مثلا هايد الفين وراها اسوي ميثود تشينينج وقل له الشو الفين المفروض يسوي هايد بعدين يسوي شو سوى هايد وسوى الشو طبعا حدتوا انه الهايد والشو هي اخفاء العناصر وظهارها للأفكت الثاني اللي عدنا هاللي هو اسمه فايد ان فايد ان عدنا وعدنا فايد اوت وعدنا الفايد توغل فشون راح ننفذها فالفايد ان هي بالضبط نفس الفايد ان والفايد اوت هي نفس الشو والهايد فالفايد اوت هو كأنما هايد يخفي العنصر سنسوي بفايد اوت الفين فاشوفوا طريقة الاخفاء انه هو بشكل شفاف فايد وده قل له فايد ان راح سوى تشينينج في فايد ان فايد ان فايد ان فتلاحظوا انه هو اول شيء تختفي بعدين ترجع فهاي عملية الفايد ان والفايد اوت وعدنا الفايد توغل الفايد توغل هي شنية ننفذها مرة واحدة الفايد توغل اللي هي اظهار واخفاء العنصر خم نضطيهن فايد راقان قليل اسرع خلي ثاني واحدة اهم اخفاء العنصر و اظهاره بطريقة الفايد بس شون الفكرة انه شوفوا محتاجين انه نسوي تشينينج للمتودز الموجودة رأسا انه انه ادوس على البوتن يختفي ادوس مرالوخ يطلع لي يعني سوان كان ما صار توقل او مثل الدقمة مع الكهرباء انه نطفيها وتعلقها من نفس المكان الافكت المشابه للفايد اللي هو اسمه سلايد فاعدي سلايد 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 أب و سلايد داون سلايد أب راح يخفي ال الدف الموجود عندي بطريقة سلايد يعني بعض هذا المربع سيختفيه بطريقة سلايد راح يختفيه واذا اريد انه اظهره اقول له سلايد سلايد داون فهس راح يختفي ويرجع بطريقة السلايد وعندي همينة اضافة الى سلايد أب و سلايد داون عندي هاني السلايد توقل سلايد توقل هي مثل فايد همينة و كل ضغط على البوتون راح ينفذ لي الانيميشي موجود عدي هيا بالنسبة لل افكتات الموجودة اللي عندي لها الفايد و السلايد والهايد والشو هسا نجي للاهم افكت موجود اللي هو حيكون درسنا عليه اللي هو الانيميت هسا مثلا هذا هذا الدف الموجود عندي هنانا اريد اتحرك بطريقة اريد ازايد اغير خصائص السي اس اس مادة كان يكون العرض او الطول باش انه تتغير خلال وقت معين او فتح حركة حلوة اصر بيها فاني مقدر انافد هايد وشو بس للاخفاء بينما ان اريد اتحركة انه ازايد طولة او اغير مكانة فشو اساويه الشي عندي انا فنكشن اسمها انيميت فانيميت تنكتبها الطريقة انيميت تاخد اربع باراميتر اول باراميتر هو الضروري جدا اللي هو تكون بخصائص السي اس اس ويكون على شكل جيسن اوبجيكت الثاني باراميتر هو الوقت المستغرق حتى يحصل النتيجة من الانيميشن او شو كنت يخلص بعدها ستكون الفين ثلاثة باراميتر هو نوع الانيميشن رح ناخذها ما بها انواء خاصة ما بها انواعه يعني بها نوعيتين شي اسمه لينيار و شي اسمه او هذا ما يسمى بال ايزنج افكت يعني نقدر نعتبره شي مو ضروري نخلي كان يكون شوان كما نعتبر انه بشعال احسن البراميتر الرابع هو الكلباك الكلباك هو هو الفنكشن اللي رح تتنفذ ورا ما يكمل التنفيذ يعني ورا ما يخصي الانيميشن مثلا انا احتاج مثلا انافذ فنكشن معينة مثلا تسوي الانيميشن للشغل الثانية مثلا او انافذ فد كود معين حسب فهذا يسمى الكلباك نرجع علينا هسا واحدة واحدة بالسرة خلنا نبدأ بابسط شي هذا السكوير هسه المربع رح نفذ علينا انيميشن قلنا اول عنصر لكم جيسون اوبجيكت فبما انه جيسون اوبجيكت فان امط العناصر مثلا اقول لي اريد العرض ماتة يصير 300 لاحظوا انه هتكون بهذا الشكل هي تنكتب الجيسون اوبجيكت فهسه لو نجي نسوي رفريش رح نقول لي انه مند وسحيد الافكت هيزيد العرض مالتها خلال وقت معين لاحظوا الانيميشن صار للعرض خلال ثانيتين ممكن ان امطي اكثر من عنصر داخل الجيسون اوبجيكت مثلا اقول لي سوي لي اياها 2500 والاوباسيتي شفافية مالتها مثلا سوي 5.5 فهذا الجيسون اوبجيكت يحتوي على خصاص السي اس اس لاحظوا شوان صار الشكل انه شوان اتغير المربح شوان اتغير شكله وخلال هذا الوقت المعين نحن نستخدم الانيميشن نحن نستخدم الانيميشن نستخدم حركة الانيميشن لان نستخدم الانيميشن الاخيرة هي callback function فمثلا اريد ورما يكمل ورما يكمل الانيميشن يعرض لي مثلا فد الارت مثلا يقول لي ورما يخلص الانيميشن اريد تطلع لي هاي المسيج او ينفذ لي فد فنكشن معينة فانقول له run خلص الانيميشن طلعت لي المسيج اللي هي الفنكشن اللي راح تنفذ يعني هنها الفنكشن ممكن تكون اي فنكشن اي عملية تسوي بها فلازم احنا ننتبه هنا اهم اوبجكت نخلي هو الموجودة هنا اللي هو json object طبعا اهم شي ننتبه عليه انه في حال انه انا اتلاعب بارامتر معين مثل البادنج البادنج ببادنج ليف بادنج رايت فمثلا احنا بالcss نكتبه مثلا مثلا أحنا نكتبه مثلا طبعا نكتبه مثلا نكتبه مثلا اول كلمة دائما من وراء الشارحة تكون بحرف capital ونلغي الشارحة مثلا Pudding Top 200 فنعيد التنفيذ نشوف Pudding همين راح يزيد ويالأحداث راح نحط لعليها الفنكشن فهي أهم نقطة نتبع عليها في حالة عندنا CSS style بها شارحة الآن دعنا نقوم بفد animation أبسط من هذا أو أحلى الآن هذا المربع الموجود عندي حاليا أنا أريد ما أفعله أريد أن يتحرك في فد الشكل هنا على الشكل المربع هنا يأتي هنا وينزل جوه ويرى على الجو ساعة فوق فشونا أن أقدر أتحكم هذا الشيء أكيد أن أعبر JSON Object وأتحكم بالموقع Malta حتى أقدر أتحكم بكل سهولة يفضل أنه أنا أمطي Position للعنصر يعني أمطي Position كما يكون Relative أو Absolute أو Fixed فما يأثر أنا شو نوع Position أهم شيء أن أمطيها Position حتى داخل animation أنا وسأتحكم بالموقع يعني أقدر أقول لي مثلا Left مثلا 100 ووراها أقول لي مثلا Top يعني هذا معنى أنه سيصبح أمطي أنه هنا Absolute الموقع من اليسره أذهب لي بمقدار 100 بيكسل بعدين من فوق أنزل لي بمقدار مثلا 200 بيكسل بعدين باليسره صر لي فرق خمسة عن الموجود بعضها مثلا نقول لهم من Top همصر لي فرق خمسة بس هيش حركات لاحظون أنه ما يصر ليش؟ لأن هذا قلنا CSS Object CSS Object ما يصر أن نعرف ذي أكثر من عنصر يعني سهلا كأنما Left قلت لك مرة 100 مرة خمسة فصار عنده Duplicate Declaration فشوانا أقدر أساوي أكثر من animation بنفس الوقت كل اللي نساوي مثلا أساعدي هذا animation قلت لك قلت لك 100 لليسره قلت لك فهذا هو الانيميشن الأول قلنا على 100 اليسره وتأخذ الوقت الثانية حتى أقوم بعمل أخر فأني أقدر أقوم بعمل ميثود للانيميشن نفسه فنقدر نحتفظ وأنا أقول له أو دعنا ننزل سطر أنه أقول له الانيميشن ونقرني نحن فارزة فهذا سويت كإنما أكثر من animation النفس العنصر وهذا ما يسموه بالانيميشن كيو مثلا أثنان أقول له روح لي على منتوب ننزل بمقدار مثلا 300 لليف ترجع خمسة وللتو برجع خمسة فهذا سويتنا أربع انيميشنات موجودة على نفس العنصر ورح ينفذهم بالسرة يعني كيف سينفذ هذا بعدين سينفذ هذا بعدين سينفذ هذا بعدين سينفذ هذا وراه ينفذ آخر واحد لايجي نشوف النتيجة شون حصير هسي راح يدوس على هذا البوتون لاحظت انه شون راح بعدين ننزل لجوه بعدين راح على اليسرة حيسعد هسلي فوق بمقدار خمسة شوى حتى البوتون اتغطت ليج لان قلت له بمقدار خمسة عن الحافة الموجود اللي عندك بما نظهر له نطية الريلاتيب لان ابسلوت نطيته لانه ابسلوت بالنسبة للصفحة بينما الريلاتيب بالنسبة للعنصر المكان العنصر اللي هو بيه فلانا نجي نشوف الانيميشن هيصير المفروض اسمع يغطي البوتون الموجودة ليش لانه هاني سويت الـPosition مع التى الريلاتيب شغلة CSS اذا كنت معلمة عن CSS مفروض هيت تعرفها فهي هو الانيميشن نقدر نسوي بيه اي شغلة معينة اذا نجد نسوي فهي سكرول معين مثلا شوى نسوي سكرول الى دف معين اخذنا بالدرس الفات فنقدر نستخدم الانيميشن بجال انه ينفذ اي حركة بشكل smoothly ولهنا انتي درسنا هذا اليوم اتمنى يكون الدرس واضح ومفهوم اي سؤال اي استفسار تقدرون تتروحوا بالتعليقات او تزورون احد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة امامكم على الشاشة لايك للفيديو تحياتي لكم مع السلامة اشتركوا في القناة